يبرهن المؤتمر الشعبي العام في كل يوم له الحزب الوطني الوحيد الذي يضع هم الوطن فوق ما سواه فالمؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الوطني الذي ينحاز دوما للوطن ولا تزال مواقفه الوطنية شامخة شموخ الجبال فروع المؤتمر الشعبي العام في محافظة ذمار عقدت اجتماعا لمناقشة العدوان وتداعياتهم واكدا الحرص على مضاعفة الدور السياسي للمؤتمر الشعبي العام والتحرك العاجل لوقف العدوان ضد مقدرات الشعبي اليمني بكثة فئاته حقيقة كان اجتماعا اليوم قيادة المؤتمر في محافظة ذمار لمناقشة اهم المستجدات الحالية وما هو البرنامج الذي سيقدمها المؤتمر في سبيل التسطي لهذا العدوان الغاشم اضافة الى دعوة ابناء اليمن وانصار المؤتمر وعضاء المؤتمر الى الالتفاف والصفاف من اجل الوطن حماية وصلنا لهذا الوطن اجتماع قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار استنكر العدوان الغاشم الذي يدمر البنى التحتية للوطن وخصوصا المؤسستين العسكرية والامنية والمنشأة العامة والصناعية مخلفا الاف القتلى والجرحى معظمهم من النساء والاطفال تم مناقشات عديد من القضايا منها القضية الموجودة حاليا والذي يعاني الشعب اليمني من قبل العدوان الغاشم الذي تعرض له بهتانا وزورا بدون اي سبب مقنع وناقش الجميع ما يدور في الساحة وقددوا ادانتهم واعلنوا وقوفهم وتماسكهم ضد العدوان والتنسيق مع كل القيادات والفعاليات والمنظمات المجتمعية في البلاد وكل الشرفاء للوقوف ضد هذا العدوان صفا واحد الاجتماع أشاد بمواقف المؤتمر الشعبي العام المنددة بالعدوان والمبادرات التي أطلقتها قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح التي تنم عن حرص المؤتمر والزعيم على أمن واستقرار الوطن ووحدته فروع المؤتمر بذمار دعت جميع الشرائح الاجتماعية في الوطن إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود للعمل على إيقاف العدوان وتجاوز أثاره التي يتجرع مرارتها المواطنون بمختلف مستوياتهم والحقيقة أنه كان أبرزها قرار مجلس العام ونقول لأخواننا في المملكة العربية السعودية والمسلمين والعرب أنه كان هذا القرار لو كان هناك على إسرائيل وكان أفضل من بيننا البين والمؤامرات التي تحصل على اليمن وكنا نتمنى من الملك سلمان الهدية بعد تولي الحكم من المجارع التنموية وليس بالسواريخ الذي يقتل الأطفال والنسافة عليه أن يتقي الله في هذا الشعب الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق مع كل القوى الوطنية الرافضة للعدوان لتوحيد الجهود والمواقف المنددة بالعدوان والحصار الجائر الذي تفرضه السعودية على اليمن برا وبحرا وجوا حقوق الواقف المنى شكرا للمشاهدة المفيد للمشاهدة موسيقى